السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام من بيل الأمور أيضا التي تخبرك أن خليتك في حالة جيدة أو في حالة مقبولة أو على الأقل عندها إمكانية أن تخرج من فصل الشتاء بسلام هو دخول حبوب اللقاح إلى الخلية يعني أنت لما تشاهد أن نحلك يرجع من الخلية وهو محمل بحبوب اللقاح المختلفة الألوان والأحجام فهذا أمر مشجع جدا هذا يخبرك أن ملكتك مازالت تضع البيض مازالت هناك حضنة تفقص بشكل دوري هذه الحضنة طبعا تحتاج إلى غذاء وتحتاج إلى أكل وهذا ما يقوم النحل بتوفيره لها من خلال إحضاره لحبوب اللقاح ممكن في هذه المرحلة بعض الملكات تتوقف تماما عن التبيض بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد في الليل خاصة وبسبب أيضا انعدام الحبوب اللقاح في الخارج ما يخفلكم مش أنه في هذا لما تكون درجات الحرارة متدنية أو نكون في فترة الشتاء العميق فإن النباتات تتوقف عن النمو وتتوقف عن الإزهار حتى ولو كانت فيه هناك بعض الأزهار ولكنها فقيرة جدا ما فيها رحيق ما فيها حبوب اللقاح فهذا ينعكس على الخلايا تتوقف على التبيض وبعض الخلايا مشكلة لكن بصفة عامة حتى في فصل الشتاء البارد وحتى في الليالي الطويلة والضباب والجليد النحل رح يستغل فترات الإشراقة وفترات الدفء القصيرة جدا يستثمرها بشكل كبير جدا الملكة تضع البيض خلال هذا الدفء النحل رح يخرج للمرعة ويحذر الرحيق المتوافر على قلته ويحذر حبوب اللقاح أيضا المتوافرة على قلتها ويستثمر تماما تماما في هذه الفترات أو في هذه الإشراقات القصيرة ويحافظ على الزخم داخل الخالية تاعه ما ننساوش أنه خلال فصل الشتاء النحل رح تكون عنده مسؤولية كبيرة كبيرة جدا جدا في تدفئة الخالية وفي تدفئة الحضنة وفي الحفاظ على حياته لأنه أعتقد أنه من بين أكبر التحديات هو هذا الفصل هذه الظروف القاسية اللي مرفعة الآن نرنى في شهر ديسمبر نرنى في نهاياته تقريبا ابتداء من شهر جانفي إن شاء الله شهر واحد الشهر الأول الميلادي الأيام رح تبدأ تطوال شيئا فشيئا وراح تكون هناك إشراقات جيدة وتبدأ بعض النباتات في الإزهار هذا رح يخلي الخلايا تعنا تبدأ تنهض وحد النهوض مبكر محتشم لكنه مبكر مهما كان رح يكون إيجابي رح يعطينا دفع قوية للمرحلة الأساسية اللي هي مرحلة فصل الرابع هذا العدد هنا ليهد لماذا نشرته الآن؟ نشرته لأنه في بعض الناس ما تقدرش تفتح على الخلايا التحافي هذه الفترة بسبب البرد بسبب الأمطار وبسبب خوفه على الخلايا التاعو فيستطيع أن يستدل من هذه الحركية في باب الخلية يستدل من دخول الحبوب اللي قاح إلى الخلية أنه خليته رأي في حالة جيدة ولا خوف عليها شكرا إخواني الكرام على حسن إصائيكم وإن شاء الله نتلقاه في عدد قادم إن شاء الله بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته